تصاعد الخلاف بين طهران وموسكو حول بقاء الميليشيا الإيرانية في سوريا بينما حذر محللون إيرانيون من صفقة أمريكية روسية في سوريا على حساب طهران جاء ذلك عقبى زيارة مستشار المرشد الأعلى للنظام الإيراني للشؤون الدولية على أكبر ولاية إلى موسكو حاملا رسالتين من علي خامنئي وحسن روحاني إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين رجح محللون إيرانيون أن تحتوي الرسالتين على أكثر من قضية وتشمل التفاوض حول الأزنة السورية ومطالبة موسكو بمغادرة جميع ميليشيات طهران من سوريا وكذلك قضية خفض إنتاج النفط الإيراني والحظر الأمريكي المرتقب على صادرات نفط إيران